اهلا وسهلا اخواتي كديرين لبسعيكم كاتمنا يربي هذا الفيديو تلقيكم باخر و الاخير معكم كوتر من قناة الميرا سبيتي دي ما سنقدم لكم رأس لنا عرفة بزاف اللي بنات عارفين سميتي كتوصل معي في انستغرام ولكن كانين بزاف اللي بنات يدخلوا جددها كتب وبغيروا يعرفوش كون صاحبة القناة انا كوتر من قناة الميرا سبيتي الى عجباتكم من الشيء ديالي فيها محتوى اللي هو مفيد مكان ديس لا روتينات لاتشي حاجة كنجب لكم اي حاجة مفيدة لك من المواصفة الطبيعية بزاف الحواج اللي غا تفيدكم غا تلقاوهم فهذا القناة عجباتكم من القناة ما تنساش انكم ضغطوا على زر الاشتراك اصابوني ولا سوبسكرايب اللي كينا هنا الحمر للتحت ضغطوا على التكي و اللي قري وضغطوا على الجرس اللي حدا بواحد السريسري السرسل الصغيور باش بحالك ان شاء الله توصلوا بأي جديد حتوتوا لكم فلاشين اه معلينا لبنات هاد الفيديو غا تجي طويلة شوية اخدوا لكم شيكات القهوة مشيكات ديال اتيشيكات ديال لا يجاريكون اي كاس لما فهذا فيديو ان شاء الله غادي نهضر على واحد الموضوع جاني في واحد تعليق ديال الالتساقات ديال الرحيم ولا انسداد في القناة في القناة واتفعلو عارفة ان هاد المشكلة عند بزاف بزاف ديال الاخوات هاد المشكلة لبنات ما يخلعكم اشار ليه الحل وبزاف لبنات راه الحمد لله راه سهل عليهم الله سهل عليهم الله واخر عندهم هاد المشكلة هاد بالنسبة لان شاء الله في هاد الموضوع ما غاديش نتعمق فيه بزاف باش مجيش لفيديو تويل غادي نعطيكم الوصفة اللي هي قتهمكم بزاف لحقاش تلبطوا مني الوصفة ونعطيكم الوصفة اللي مجربة مني انا شخصيا هاد الوصفة هاديرا عندها بزاف اللي بفوائد كتفيد بزاف الناس اللي عندهم سكيش المبايض ناس اللي عندهم بزاف المشاكل في الراحيم برودة الراحيم بزاف الحواج وكذلك الناس اللي عندهم بدل المشكلة دي الالتساقات الراحيم ولا انسيدات في قنوات فعلوه غادي تاخدوها لبنات واحد للعشبة كتبع عند العطارة هاد العشبة هاديرا حولوا انكم تاخدوها تكون شوية طرية كتبع بزاف الداخل تفهدنا في العقالي من جانوبية كينا غيرنا لمشكلة اللي تلقوا وما كتلقوهاش بزاف طرية قدري تلقيها جاي على ربعيين ثلثي يام سيمانة عشر يام كتلقيها لو ياشوي يام الداخل تبارك الله رغتلقوها طرية كتبشيوا عند الناس يسيبعوا الربع الناس يسيبعوا الربع وكل عشوب المنستي ما غتلقوها عندهم اسميتها الدغموس هدي هي الصورة ديالها تتاخدو لبنات هاد الدغموس هادا تتنقى مزيان من الاتريب اللي فيها لقاش كتلقوا فيه طرى بزاف هاد الدغموس هادا كنظل انه شي نوع من الصبار الله اعلم رادير في حال وفحط قريبا الشكل ديال لالويفيرا ولكن ماشي هو لالويفيرا ملقائمة ديال الواقع للصبار الله اعلم اسميسوا الدغموس والتواقعها باللغة العربية اسميسوا الدغموس بالنسبة لبنات اللي تتبعونه في الدول الخرار اسميسوا الدغموس هاد النبسة هدي كما قلت لكم كتنقوها مزيان من الاتريب ديالات التغسل مزيان بالماء كتنشفوها وكيتحيدو لي هاديك القشرة ديالها اللي كينا الفقنية بالموس وكتقطعها الطريفة كتلوحوها في المونينيكس كتلوحو عليها كاس كبير ديال اما عصير الليمون اللي بغيتو ولا الحليب عادي ماشي دافي ولا شي حاجة حليب عادي اه إلا تقدرتو يا لبنات تشربوها هاكك حسي طعم ديالها شوية مر إلا شربتوها حيث أنا مجربة هاي ماشي غي جاية دعوية خاوية لا شربتوها كتحسو بتطعم ديالها شوية كيحرقكم في في القرجوطة ديالكم لحقاش كتكون هي حارة بزاف أنا هي جزتحسن أنكم في حلقة دوك هاد الأعشاب تشربوهم هاكك بلا عصير بلا سكر باش حالك تكون الفائدة ديالها من اللي جيثم أكثر أنا صراحة قبل هادي عاوتيكم مع تجربة ديالت تأخير الحم أنا صراحة كنشربها هاكك مرة وكنصبر عليها مع المودة واللفزة مهم كتطحنوها إما بمع الليمون ولا الحليب ما قدرتوش تصبرو على الطعم ديالة قدرتو تزيدو واحد شوية ديال السكر ولا شوية ديال لحسن الحر أنا مليكن سيالله بديتها لبنات كنت تنديرو واحد شوية ديال لحسن الحر لحسن الحر بعدها لقدرتوها بالعكس رغتزيدوه من منافعة الوصفة من السكر را تيخرج لكم صراحة على الوصفة ممكن تستهدو مننا تشي حاجة كتطحنو كل شي مزيان تتطحن مزيان مزيان وكتصفة وكتشربو منها كاس على الريق هذه تتصرف أثناء الدورة الشهرية في النهار الثاني من الدورة الشهرية تر نهار الأخر ديال الدورة الشهرية هذه كتتخذ فقط في الدورة الشهرية لحقاش هي علاش تتخذ في الدورة الشهرية سبحان الله على العظيم تتخلص الرحيم ذلك الالتساقات اللي فيها كذلك تساعد قناة فاللوب أن تتحيد من ذلك الالتساقات اللي كيكونوا فيهم مع الدورة الشهرية إلاجتكم كثيرا ماشي الدرجة اللي خيبة بزاف ساني لجيكم سينازيف لاحفظوا لشي حاجة رسوح الله الرحيم ديالكم كيتنقى من قاعدوك السموم قاعدوك الالتساقات وذلك شي قاعد لي في تاني الناس اللي عندهم كما قلت لكم المشكلة زيال هذا تكييس المبايد يديروها رايزوينها بزاف ولكن كما قلت لكم المدة اللي علاج لها فقط في الدورة الشهرية الثاني يوم من الدورة الشهرية كتشربوا منها كاس على الريق وتقدروا تديروا ثاني كاس مليس بغوت ناسه هذا اختيار إلا بغيته أما هي راتتشرب على الريق في الصباح إما كتديروا الليمون إما كتديروا الحليب اللي يعجبكم رجوش الحويسة الدارو فيهم وكنت هنا يربي عنا هاد الوصفة هادي تجيب معكم إن شاء الله تنتم مشيفة كما جابتوا معايا ولكن أنا تنديد أن أكد لكم بأن الحمد لله اللي كان بزاف أحسيت أن نقلي الرحم ديالي بن زيان وهم الأعشاب ديال أم هاجر وأي بنتك تعاني من سواء التساقات الرحم سواء انسداد في قناة فالوب سواء خربطة في الهرمونات ولا عندها أي مشكلة في حلقة ما كيخليش ما كيخليهاش تحمل تمشي را الرقم ديال أم هاجر غدا نحطو لكم إن شاء الله تاني في تحت هاد الفيديو في صندوق الوصف تصلوا بها وشرحوا لي هال المشكلة ديالكم إن شاء الله را تسبيل شبه زوينين وبتجربتي أنا الشخصية والله هال البناترا ماشي إشهار والله مسكينة عططني شي حاجة باش أنني نهضر عليها ولا شي حاجة والله العادي ما البناترا كنقسم بكم بالله إن ما خايدة عندك المرة شي حاجة غير أن أنا داتيش فتاة سافدت الحمد لله وتعالج الحمد لله والله مبالك الحمد يا ربي من ذو كل شو بدجالها يديها سبحان الله نقيه ويديها فيها الباركة وما مكش شي مرة محتاطش عليها يديها مددش عليها دعمها غير عام عام بكيدوش عليها نهائيا نعم وسبحان الله كي يصر لها الله وكتحمل رقم دينا نقلي عليكم صندوق الواصف تصل بها البنات واللي بغت شي حاجة تستاشر معها صرح لها الحالة دينا رقم سعتمسكينها الخاطر الكلة وحدة فيكم وقول لاجلتهم من طرفي أنا غاي باش تعرفكم من طرف كوتر أميرات وبيتي بخانسي سبيتي البنات ديما أميرات وبيتي دي روح دها بخانسي سبيتي بالفرنسية باش تعليكم علاش لحقاش دابا كينين بزاف ديال القانوات خايدين اسمية ديال القانوة فحالي كلهم نايرين دايرين أميرات وبيتي رأي سهلة لكل واحد دك شالش أنا كنلقى كنلقى صعوبة بزاف الفيديوهات ديالي ما كيلقوهم مش الناس والله كتباني ما يمتع فكر مؤخرة رجل ثاني زوج ديالي أنني نبدلها وفي نفس الوقت الثاني كنقول لا لحقاش كين ما عرفته الدرع جاني وجاني باسمية ديال القانوة ما عرفتش صراحة ما عرفتش شي واحدة عندها شي مهم عندها شي فكرة تقولها لي لاحقا صراحة ما كتواجدت في المحركات اللي باتك نكتب أميرات وبيتي قسنا ضرور نكتب حدها بخانسيس بيتي باش تطلع نكتبتها بوحدة كتلعوا بزاف ديال القانوات وخزع ما هي فيها لزابوني بساف وعرف انتم مرع المشاهدة فيها شوية قليلة عاونوني يا البناط اللي سهلة لكم عاونوني بلايك ديالكم بتعليق ديالكم عاونوني محتوى المفيد أي حاجة تفيدكم ندروها في حل شي حاجة كتدروها في الميزان حسنتي لكم مداما أنني أعطيتك شي حاجة تفيدك تنتي تعاوني معايا بوحد اللايك بوحد الكومنتر زوين وعلى شلال ما سبارتاجيش الفيديو في القروب باس حلقة في فيسبوك يستفدوا بنات خرين ولا صيفتين هموك ساحبتك اخوتاتك أي واحد في حلقة يقدر يستفد من هذا الفيديو شكوا إن شاء الله في الفيديو الجايات هلولي يفرسكم بزاف بزاف السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة